السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة يا رحمة يا رحمة ابنتي يا رحمة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ارى كما ذكرت الحياة صعبة الحياة خلقها الله هكذا صعبة ولماذا خلقها الله صعبة لانها لانها مفياش الدوام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع عبد الله بن عمر وكان شاب يحب الدنيا با وسلم عمر بن الخطاب يحب الدنيا وكان يملك الجواري وكان يملك المال ويدخل الى السوق كتبلي اي صفقة تجارية كتبها لكن النبي الكريم شافه صورة اخرى جاء عنده واحد نهار وقام شغول بالدنيا فضرب على صدره وقال يا عبد الله يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل وضرب على صدره قال لك عبد الله بن عمر من ذاك الوقت كان يحب الدنيا ويلهت وراء بريقها من ذاك اللحظة والكتبلي الدنيا لن يأخذ منها الا ما يكفيه وكل وقته هو للعبادة والعمل الصالح وخدمة الخلق ارضاء للخالق هذا هو البرنامج العملي ديانه في الأول كيشف نفسه المتعة والشهوة واللدة ويمتلك التروات ويمتلك الحضوة ويكون عنده الرصيد الوافر هذا هو التفكير ديانه يجري حول هذا الموضوع لكن النبي المبارك النبي المرشد سيدنا النبي معلم البشرية بكلمة غير ما صارى تفكيره وسلوكه ضرب على صدره وقال له يا ابن عمر يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل هذه وصية من ذهب الاخضنها غد بالن بان نقام شكل الدنيا لكن فكروا فيها تزول من تلقاء نفسها للغتاء قالت بانك اتحب مع مشاكل الدنيا متاعب ومشقة وصراع وبعدين كيف كي يقولوا ولا قبلين الدنيا مجرد انك لا تعظمها لا تعظم الدنيا ما تتشكي مكبيرة الى زوال شوفوا راك شوفوا راك غدي بلك واحد مجموعة دي الزعماء ودي الكبراء ودي المشهورين ودي اللي كانوا ملئين الدنيا بالانوار وبالبريق الخادع كلهم صاروا الى زوال ولماذا نتعب انفسنا وهي هكذا غدارة الدنيا غدارة وسرعان ما سوف تزول هذا من رحمة الله رب جعل قصيرة فنحن نعيش فيها ونستمتع بما احل الله تعالى ونحرس اولا العبادة تانيا على العمل الصالح تالتا اننا نقدم المساعدة لغيرنا القوي منا يأخذ بيد الضعيف ثم نسعى لنشر الفضيلة فيما بيننا وغتشوف الباراكة غتجي من عند مولانا ده شيء تقلب عليه هو يجيب عندك الناس عادة تنكي قلبه على الرزق والرزق رب عز وجل ضامنه والرزق كما قال سيدنا علي بن ابي طالب نوعان رزق تأتي اليه ورزق يأتي اليك مثل تزمت بهذا السياق وبهذا المنهج في الحياة الرزق يأتي اليك انت قارس خدامه وقد تلقى الحظ السعيد فيما مشيتك تقاليك رزق يتدفقه عليك غير القليل وكيسر كثير كان عارف او ناس عندهم رزق قليل كيشد واحد المانضة ضعيفة ولكن فرحان بيها يقول لك والله لابي خير والله العظيم ما شاء الله واكلين وشاربين ومخلصين الكراه والضو والماء والمدرسة للوليدات وكان تالف النساب وانتالف العائلة وفي الجيران والخير ما زال فايت بارك الله وانهر العيد لأضحك تلقاه كيشد لي واحد لحوليك باش كتعرفو وشونا مسألي املأ نهر العيد كيبالك يشري حوليك بارك الله اقرنا املحا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد سردي كتعرفو بان سيدنا رابي كاربو والوجهد الغضعيفة اشع عنده هذا عنده البركة عنده القناعة والقناعة والرضا كتعطي البركة وكيلا اكسبو العيد بالله كي الناس لعدهم اموال طائلة هو ما حاسبش هل عنده ما عارفش هل عنده عنده كونت بانكي هنا وكونت بانكي هنا وهناك وعنده تروى هنا وتروى هنا ما عارفش هل عنده كتير ولكن الى رب يبغي عقب الانسان كيسلم له القناعة من قلبه وكيشوف رسده ما فقير وده ما قليل وده ما ما كينش وكيتلقى دائما كيشعر في حالتي بانه ضائع اشنو الفرق بينهما بلك يكون قوة الايمان واليقين كياتلك الله تعالى الرضا كياتلك الله القناعة وكياتلك الله البركة ولاتلك الله البركة كياتلك الابواب ولو ان اهل القرى امنوا والتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فالوصية ايها الاحباب الكرام لحاولوا نتخفف من الدنيا نتخفف ما نعطوهاش قيمة كبيرة لا تعظمها في قلبك اعتبر بان الدنيا ما تسيطرس علينا لا تسيطرس علي الدنيا دي بحال اخطبوط ولكي فكرها فيها طلقها طلاقة ثلاثة وانظر اليها باستصغار ولا تعظمها في قلبك وتخفف منها وغيرت شعر بانك حر وانك طليق وانك قريب مع الله وانك مشتهد في العبادة ثم سوف تفاجأ بان الله يفتح لك ابواب الخير وابواب العطاء وابواب الكرام فاسأد الله تعالى لك للا غيثة ان يجعلك من الصالحات للقانتات الذاكرات وان يجعلك الله تعالى من المكرومات ويفتح لك باب العطاء والرزق بوفرة وان يسعد قلبك باهلك دوادويك اللهم امين يا ربي يا كريم وصية لنفسي ولإخواني جميعا من فكرهش في الدنيا كثير من عضمهش في قلوبنا غير خليها ربي سبحانه وتعالى متكلف وهو الذي سوف يقوم بتنظيم وترتيب الأشياء وغيرت القعجبة ومن يتوكل على الله فهو حسبه فاللهم اكرمنا ولا تهينا وزدنا ولا تنقصنا اللهم يا رب احفظ هذه النعم من الزوال واجعلنا من عبادك الأخيار الأبرار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله